وتعلق بالمسألة السابقة حكم تدريب الصبي على الصلاة يعني أبنائنا في سن السابعة والسامنة والتاسعة من العمر هنا يجب على أولياء الأمور أن يأمروا ويعلموا أولادهم الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعش وفرقوا بينهم في المضاجع يعني يؤمر الصبية أو الصبية إذا بلغ سبع سنين يؤمر بالصلاة منها بالتدريب والتعويض والتعليم ويضرب عليها ضرب تأديب إذا بلغ عشرا وتهاون فيها ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع أي أننا نعزل الإناث عن الزكور في المضاجع في أماكن النوم فلا ندع الزكور والإناث ينامون في فراش واحد تحت غطاء واحد لأنهم ناهزوا البلوغ يعني قربوا سن البلوغ إذا بلغوا العشرة في غالب الأحيان البنات تبلغ في بعض الأحيان هناك من البنات من تبلغ في سن العاشرة أو الحادية عشر أو السنية عشر ينزل عليها دم الحياة فتكون قد دخلت في مرحلة البلوغ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا وهذا من باب التعليم ويقاس على الصلاة والصيام أيضا هنا نعلمهم وندربهم على الصلاة والصيام في هذه السن حتى يتعودوا عليها إذا بلغوا يكونوا قد تعودوا على أداء الصلاة وتعودوا على أداء الصيام أما بالنسبة لأمر الأهل بالصلاة